موسيقى حوار اليوم صباح الخير اليوم مع الستيس حسن صقر رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومة الاجتماعية صباح الخير صباح النور أبدأ من مشهدية الحدود اللبنانية السورية والوفد اللبناني الذي انتقل إلى سوريا واستقبله وزير الخارجية السورية ماذا يعني اليوم بعد كل هذه السنين أن يكون هناك وفد لبناني بالربوع السورية لبحث مسألة استجرار الطاقة عن طريق سوريا بضل وجود قانون قيصر شكرا إيران نيحة في الباخرة الإيرانية حتى أو شكرا دوروثي شيا إذا بدك كمان لأنه عطت الإذن هي بالكلام اللي حكيته الحقيقة شي طبعا نحن نفرح أن نشوف العلاقات اللبنانية السورية عم ترجع تتحرك كنا نتمنى أن تتحرك من بوابة المصالح اللبنانية مثل ما كان صار لنا عشر سنين عم نحكي نحن وغيرنا مش بس نحن اليوم عندك مصالح لبنانية سورية متعلقة بعودة النازحين العلاقة بالترانزيت العلاقة بالزراعة العلاقة بالدواء العلاقة بالصناعة العلاقة بحاجات لبنانية سورية مشتركة هذه هي مصالح سياسية ولبنان سورية يعني لبنان ما عنده رئة إلا سورية عم نحكي على البر بقى إجت الباخرة الإيرانية حتى تزعج الأمريكان فبالتالي الأمريكان سمحوا علما أنه هذا الموضوع إذا بقى نحكي من وجهة نظر أمريكية منه دقيق بعد لحد هلأ لأنه الويفر حتى لأنه هذا قانون قيصر هو مقر بالكونغرس الكونغرس لحتى يعطي ويفر لدولة هذا لازم يجعي نقرر بالكونغرس وهذا شيء لمصار هذا بيفرجي قديش الأمريكان يعني محرجين بالنحية انتقال فريقنا السياسي أو تحالفاتنا السياسية من موقع المحاصر واللي عم بحملوه مسئولية الأزمة بلبنان طبعا بطريقة باطلة ومش حقيقية من موقع المدافع لموقع المبادر هذا شيء ما كانوا يمكن متخيلين الأمريكان أنه قادر حزب الله تحديدا ينتقل من موقع الدفاع لموقع المبادر لا يجيب باخرة وهذا خلى الأمريكيين يعملوا هذه الخطوة اللي هي خطوة بالنسبة لقلن ولقانون النقصة بما يعنينا ذهب الوزراء الثلاثة هو بالنسبة لأنه مع كل اللي قلناه هو شيء مطلوب ومرغوب وشيء بنعتقد أنه حيقدي لنتيج منيحة بمعنى أنه هذا بواب تفتح حوار اللي يبلشوا يمكن اللواء عباس إبراهيم كمان من سنتين قبل وصلنا اللواء عباس إبراهيم موجود بعداد الوفد للبنان هو جرب قبل ما يطلع هذا الوفد من دونه وقال الوساطة صحيح ونجح بمحلات بموضوع النازحين وقدر ياخد كمان عدة ألاف من النازحين لجراجعهم على قراءهم بسوريا هذه البادرة هذه البداية الانفتاح قد تشكل نافذة للدول اللبنانية حتى تقدر ترجع تعمل مصالحها اللي هي متعلقة بكل الملفات على أمل أنه ما تكون هذه النافذة فقط فتحت من أجل السيد دوروثي ومتعلقة بس بموضوع رؤية الأمريكيين لحصار لبنان وكيف هذا الحصار بيبلش عبر منع الدول اللبنانية من أن هي تختار خياراتها الاقتصادية وفرض عليها خيارات معينة علما أن الدولة اللبنانية اللي عم تحكي عنها مقصومة بالخيارات بين من يرى ضرورة بالذهب إلى سوريا وإعادة فتح الأبواب مع سوريا ومن يرى أيضا أن هذا الأمر لا يجوز بظل هذه الظروف فبالتالي من مسألة دوروثيشي أو مسألة أمريكيين على قد ما هي أيضا مسألة داخلية لبنانية بحثة خلينا نقول إذا كان المشهد مقصوم وهو مقصوم خلينا يكون فيه بالخيارات الاقتصادية تنوع بحجم الانقسام إذا كان فيه فريق في لبنان وهو موجود بده وجه لبنان الاقتصادي يبقى غربي أني هول جامعة الإيرماس نفكرين بعده لبنان بيجو الإيرماس وهول المصادفة هم من أفقروا لبنان ما بدهم لبنان يروح على خيارات اقتصادية شرقية مع أنه في نص الشعب اللبناني لنقول بالحد الأدنى مع هاي الخيارات بالحد الأدنى عم نقول وهي خيارات مش عم نقول نحن قفال الباب وإدارة الظهر للخيار الغربي الاقتصادي لا عم نقول تنويع فيه في لبنان ناس بده هيك وناس بدنا هيك قال يكون الخيار على مستوى الامتداد الشعبي لكل رؤية ولكن يحرم على من يريد الذهاب شرقا كتنوع ولكن يصادر القرار بالبقاء على الخيار الغربي من هو أخذ الخيار الغربي من سنة التسعينات اللي هو يبلش بالنموذج الريعي مع الحريرية السياسية بشأن هيك لا نحن مش عم نقول أنه بدنا نصادر قرار غيرنا ونروح شرقا بس لا تنويع بما يكفى المصالح لبنان لأنه لبنان حاليا وذا بتحب منتوسع ما عد هو الإيرماس خلص خلص تدفق الأموال من برة اللي بدرناها واللي صرفناها واللي كل العالم صارت تعرف كيف ما في داعي نعيد ولكن هذا النموذج الغربي اللي هو قائم على الاستدانة من جيب من صندوق البنك الدولي أو دائع اللبنانيين أو 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 منحطها منفوتها بالمصارف المصارف هي بتستفيد منها بتدين الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية بتبذر على التجار والمعتكرين وبيلحق أطراطيش للشعب اللبناني هذا هو النموذج اليوم مطلوب الذهاب من نموذج اقتصادي آخر وعم بجربة سيد حسن نصر الله يكسر ويروح بهذا النموذج عن طريق النفط الإيراني اللي الدولة اللبنانية لم تتبلغ أي وصول لأله اللي بكرة مش معروف كيف بدوا يفوت وين بدوا ينحطوا على بحاجة لخزانات كبيرة النفط الإيراني إذا عم نحكي عن معدل ثلاث بواخر بده تفوت تباعا عن طريق البر إلى لبنان يعني نحن أمام أزمة قد تكون آتي على الطريق وأحراج للدولة أول شيء سيد حسن بالبواخر ما بعتقد هو عم بجرب يعمل شيء بحجم التوجه شرقا بقدر ما هو سد حاجة مباشرة وحجم البواخر اللي بدا تجي هاي ثلاث بواخر هي هيكون هدفة إنسانة يعني اليوم هي بعتقد وصلت على سوريا كنا نفكرينها جايين غير مكررين راحوا على بانياس للتكرير طلع لا راحوا على سوريا لإراحة يعني تريح الحلفاء والدولة بلبنان لأنه يمكن ما قادرة تحمل وزر مجيء باخرة إيرانية على لبنان للأسباب المعروفة والتأسر بالوضع حضرتك عم تحكيني بالموضوع الاجتماعي بس هي أكبر من هيك هكفي لك هكو سياسية أساسية ما جرأ اليوم بموضوع البواخر علما أنه في مواقع إلكترونية مراقبة تقول أنه هذه الباخرة بعدها موجودة بالبحر الأحمر ولم تتمكن بعد من الاجتياز والوصول إلى الشواطئ السورية المعلومات لعنيها أنها وصلت على الشواطئ السورية ورست على الشواطئ السورية بس بغض النظر لنرجع على النقطة الأساس هذه الباخرة حماية للحلفاء والدولة اللبنانية من عبق استقبال باخرة إيرانية قررت الدولة السورية وبالتنسيق مع حزب الله وإيران أن تروح على الشواطئ السورية وحتجي من سوريا كمان مش هتعبر بالمعابر الطبيعية الشرعية لأنه كمان دولة اللبنانية يمكن ما قادرة تتحملها بسبب الخوف من العقوبات فحتروح بطرقات متل ما اليوم التهريب الشباب المعترضين على التهريب من هون على الشام ما اعترضوا وقتا كان التهريب من الشام على لبنان وقتا كان سعر المزود بسوريا أرخص من لبنان على أمل أنه اليوم ما يعترضوا كمان وقتا بدوا يجي نعم هننا عب يعترضوا عبقول لك تركها هونيكي خلي تكفي السوق السوري ونحنا نكفي حالنا وقفوا التهريب إذا كان حدا قادر يعمل هيك كان صار قبل منع التهريب اللي بيعرف كيف بيصير التهريب التهريب هو مش بس على البنزين والمزود أي سلعة في بين بلدين فرق كبير بالأسعار طبيعة الأمور يصير التهريب وحدود واسعة مثل هؤل بلدين في عندك مئات المعابر غير الشرعية تداخل القرى في قرى على الحدود بين لبنان هي نصة بلبنان نصة بسوريا يعني هؤل الأمور يلي ما بيعرف طبيعة الجغرافية الحدود بين لبنان وسوريا بيفكر أنه مثل كأنه في شحيط موجود وأنه تهريب عم بيكبهم فوق الحياة هؤلاء بيوت وحدة في بيوت نصة بلبنان ونصة بسوريا إذا بقترسهم الخط مشان هيك هادي طبيعة الأمور هلأ هاي الباخرة اللي جاي في ناس هي من مدرسة سياسية بدأ تحمي كل المنظومة مش بس ببعدة سياسة استراتيجية في ناس شو ما حكيت بيأثر على منظومة استيراد النفط وعلى سوناتراك وعلى موضوع الدعم اللي هني الدعم اللي رايح للتجار بدون يهجموه طبعا بيعطوه سعى أبعاد سياسية سيادي أنه السفيرة الأمريكية بتوجه الدولة اللبنانية تأخذ الغاز المصري من دون ما ترجع لدولتها بعد خطاب السيد حسن ما بيزعجوا عن الموضوع الدولة الأمريكية بتحطلك خطوط لتمشي عليها ما بيزعجوا عن الموضوع بيطلع الطيران الإسرائيلي فوق لبنانية بيخرق السيادي ما بيزعجوا عن الموضوع ما بيزعجوا عن الموضوع إلا إذا كان بإطار يا أما سوري إيراني صيني روسي أو إذا كان بمس بالمنظومة علما أنه بالحالتين هو تخطي لدور الدولة يعني عندما تخرج السفيرة الأمريكية أو عندما يخرج السيد حسن نصر لو يتحدث عن نفط إيراني في تخطي للدولة خلينا نقول في شي خطف للدولة من كل المنظومة السياسية ما فيلش في دولة بلبنان هيا دولة لا عندها دواء ولا عندها بنزين ولا قادرة تسيطر على سعر الصرف بأفغانستان بعد عشرة أيام عملوا كابتال كنترول نحن بعدنا لليوم أنون الكابتال كنترول بعده بجواريه شكله حكومي صاروا على البويب أي نحكي على البويب وأكتر عمليا هذه البلد في مجموعة طوايف حكم البلد وكل طايفي خاطفة عبر زعامتها مجموعة من المؤسسات ومجموعة من المصالح الاقتصادية ومصالح السياسية هذه المنظومة هي اللي خاطف البلد هلأ ديقت بعينهم أنه عم بيجيب بواخر مشان يفوتوا على المستشفيات يعني اليوم هاي أول بيجيب بدأت تروح على المستشفيات مباشرة جوابا على سؤالك اللي له علاقة أنوان الخزانات هاي دي بيجيب بيجيب من من البواخر بتجيب عشرين مليون لتر أساس حسن أيام مستشفيات يعني اليوم المستشفى ده نفترض المستشفى القدس جورجوس بس هرح ياخد نفط إيراني أو رح يخاف من العقوبات مستشفى ما بعرف شو رح ياخد نفط إيراني يعني آخر شي رح تروح على مستشفيات ما عنده خوف من العقوبات كمان تظهير تظهير الأمور بهذه الطريقة غير دقيق لألك ليش أول شي ما حدا في عائب حدا أكتر ماهم إنو شو بكتعائب السان جورج أكتر ما هي معاقب اليوم كيف بكتعائبه أكتر من هيك بأمويلة بالتصرف بما تمتلكه كيف بدكتعائبه أكتر من إنو المرضى عندهم ما عندهم دواء وما عندهم بنج وما عندهم دواء لأمراض المزمنة وما عندهم كهرباء لا يحافظوا على المرضى اللي عندهم كيف بكتعائبه أكتر من هيك بالعكس هيدا موضوع هو متنفس اليوم متنفس هلأ كيف المستشفيات والمؤسسات ويمكن المستشفيات وطرمبات البنزين أو غيرها كيف بدكت تخرج هذا الموضوع بإطار حتى تطلع من العقوبات ولا لا إذا الدولة الأمريكية بدكت تعمل عقوبات على المستشفيات وعطرمبات البنزين يعني بأعتقد بيكونوا وصلوا لمحل عم بيكشفوا حالهم أكتر وأكتر من إنو هن اللي عم بيحاصلوا يعني ما بتعتبر حيروحوا لهذا الإطار كمان هون طالما عم نحكي عن الموضوع البعض يستغرب بشكل أساسي رد الفعل الأمريكي على المفضل الإيراني بغض النظر عن كلام دوروثي شي وتستحرك السريع ولكن ما سمعنا موقف أمريكي واضح باعتراض السفن الإيرانية كما حدث عندما كان الأمر مع فانزولا لما السفن الإيرانية سلكت طريقة إلى شواطئ فانزولا وكان العالم يترقب أنه الضرب رح تسير لا ما رح تسير رح يخلوني فوتوا لا ما رح يفوتوا اليوم المشهد مختلف تدخل هذه البواخر بسلسة وتعبر طريقة باتجاه المرافق لك الرد الأمريكي كان بموضوع الغاز المصري بس أنا ما كان في رد عالي النبرة أو تحدي كان في رد أنه أنتوا عم بتجيبوا هذا لأ ما نحنا بنسمح لكم تاخدوا الغاز المصري ونسمح لكم جيبوا طاقة بنعطيكم ويفرز كل شي كان أنه مسهل للبنان أول شي هذه الباخرة مش جاي على لبنان جاي على سوريا يعني ما في شي بيقول وهون كان قدرت الفريق اللي عم بيجيبها على إحراج الأمريكي أنه إذا جاي على سوريا سوريا شو بدأ تعمل حصار أمريكا على سوريا أكثر مع عاملة الأمريكا عاملة حصار كامل على سوريا حتى حصار إنساني معمول يعني حصار على الدولة والشعب والمؤسسات وكل أنواع الحصار معمولة على الدولة بسو شو بتعمل مع سوريا هلأ بما بعد هذا الموضوع بعد ما ييجي النفط على سوريا كيف بدو يجي على لبنان ما يتهريب ماشي رايح جاي عارفوا يسلكوا الخط المناسب من دون ما يعرضوا الدولة والأمريكيين بتهريب النفط من لبنان على سوريا وقعد فكر زعلانين لأن حصار لبنان أساسي لهم مثل ما حصار سوريا والكميات اللي عم تطلع من لبنان على سوريا مش كافية لأن عاش سوريا بموضوع أو تغزيل كافية للنفط بس أنا بقول لك ما في حصار موجود النفط تفضلوا وحرروا الأموال ورحوا يجيبوا نفط نحنا مش منعين عن حدا يجيب النفط خلينا نقول شو اللي صار إزا هيك حتى كمان نرجع نذكر اللبنانيين بمسار الأحداث وقتا أنت بتلاحق جمال تراست بنك وقتا قبله بتعمل اللبناني الكندي وبتلغيه وطب بيطلع آخر شي بنك اللبناني الكندي بيطلع حكم بأمريكا أنه ما علا شي كل الخبرية اللي طلعت منا مزبوطة لبعدين بتصير تلاحق المتمولين الشيعة بكل أفريقيا لبعدين بتصير تطلب من الدول العربية ما تقدم أي مساعدة لبعدين بتصير تهدد اللبنانيين اللي بره بأموالهم اللي عم بيبعتوه على لبنان بصير يبعتوا وراءهم في حوادث كثير من هيدا النوع بعتوا وراء لبنانيين عم بيشوفوا ليش المصارف اللي عم بيبعتهم وإنه ليش عم تبعت مصاري على لبنان المصاري اللي عم تيجي على لبنان كمان نفس الشي طب هيدا مسار عم بيحكي بس أمثال بسيطة منه حصار كيف بيكون الحصار هو اليوم الحصار بالسابق كان الحصار بتحط بواخر بالبحر بتحط جنود اليوم بالاقتصاد اليوم حصار انت طالما اقتصاد مدولر وانت دولة غير منتجة بمجرد عملوا تجفيف لوصول الدولار للبنان حكما حصروا لبنان مين هو اللبناني اليوم اللي بيسترجي يبعد كميات مالية كبيرة على لبنان قبل انهيار القطاع المصرفة لو بعد انهيار القطاع المصرفة ما بقى حدا يبعث بكل الأحوال لأنه ما بقى فيه ثقة بالقطاع المصرف مشان هيك لا الحصار قائم وموجود ويتمدد الخرق اللي صار هو عبر قصة البواخر وهذا الخرق يفتح مجال لإذا بدك نموذج جديد للاقتصاد اللبناني أنا مش عبول الهدف هادي من وراها كان فتح نموذج ولكن هو بيفتح الخيار هادي البواخر هدفها كان إذا بدك إنساني اجتماعي لأنه حجم الباخرة بعتقدش عشرة مليون لتر شو عشرة مليون لتر يعني السقر كان عنده أكثر منهم مش أكثر منهم بس عم نحكي نحن أنه هول بيكفوا يعني منهم بشواء إيه يعني هلا هول يبينو شو بعرفنا شو في من بيينو من الشاب يعني شاطر بفتح الخزانات ما نقليل عمليا إذا جاي لعندك عشرة مليون لتر أو أقل شوية الباخرة يعني هول ما بيكفوا لبنان أربع خمسة أيام عمليا إذا بنا نحكي حاجة لبنان النفطية على كل حال بيلي عم تتفضل فيه اليوم في كلام كثير أنه الاتفاقية اللي صار مع مصر في لبنان لن يخدم لبنان أكثر من منتصف شهر أيلول ولن يكون حتى نهاية شهر أيلول وبالتالي رفع الدعم سيكون سريع ولن يأخذ أكثر من تاريخ خمسة عشر أو ستة عشر أيلول هذا الكلام اللي اليوم هو كلام إذا بدك صحف أنه ما رح يضاينه أكثر من خمسة عشر ستة عشر أيلول قد يكون صحيح وقد يكون الحل إذا بدك لأنه اليوم مشاهد الزل اللي عم بتشوفها على المحطات ومشاهد المستشفيات ومشاهد للناس اللي كيف صارت عم بتنام على البلاكين وكيف الناس تغيرت نمط حياتها بشهر يعني هذا النمط الحياة اللي يتغير عند حدها بيأخذ سنين تغير نمط حيات اللبنانيين خلال شهر اللي كان لازم يأخذ عشرات سنين لا يتغير هيدا خلال اللبنانيين جزء كبير من اللبنانيين اليوم اللي يخير فاعوا الدعم لمن من البطل نتبهدل لأنه اللبناني اليوم عم بيروح مين عم بيوقف غالبية اللي عم بيوقفوا على محطات البنزين هني في عندك التاجر الكبير اللي هو اللي بيعطي لمحطة وفي التاجر الصغير اللي هو عم بيروح يوقف على محطة بيروح بيعب سيارته ويرجع بيفضيهم بتنكي ويرجع بيبيعهم لواحد بسعر البلاك ماركت بس بس استيس حسن مش الأساس أنه اللبنانيين يقولوا ناخ ارفعوا الدعم ومشوا الحال ما اليوم بكرة إذا رفعنا الدعم هو لأصحاب المولدات بيقولولك نحنا ما رح نقدر بقى نغزي التيار الكهربائي وعننا مشكلة كهرباء باللبنان يعني اللي فيول العراق بيكفينا خمس ساعات وما في اعتمادات جديدة لمؤسسة كهرباء لبنان يعني نحنا قدام أزمة ومشكلة مش بسيك يعني في ارتفاع رح يكون جنونة بالأسعار ما بعرف قده بعدها منتحمل تضخم إضافة رفع الدعم لأنا ولا أنت أخذنا القرار لأخذ القرار هدف ويوصلنا لهم ولكن هل نحنا مغفق سلامة يعني طبعا هل الأفق مغفق ليش نزل الاحتياط الإلزامي من 35 مليار ل 15 مليار بزرف سنة وين رحت المصريات حجم الدعم لنعطى 6-7 مليار وين رحوا البقين هذا جزء من الحصار يعني الناس عم بتحاول تصور القصة أنه لا ما في حصار إخراج الأموال اللي صار من لبنان بالطريقة اللي صارت فيها جزء من الحصار الدولارات اللي طلعت يعني الأمور منا بها البساطة بكل الأحوال إذا نحنا عم نقول نرفع الدعم هذا الشي مش معنيتها أنه رفع الدعم وخلصت الدنيا اليوم الدولة اللي ما قادرة تدعم بدأت تعمل خطة نهوض اقتصادي وتوقف نموذج الدعم القديم اللي هو جزء من مشكلتنا لما يكون في دولة يعني حاضرتك تفضلت نشوها وتكلمت عن الدولة صحيح اليوم ما في دولة اليوم ما في أي هيكلية لهذه الدولة وشنهيك نحنا عم نقول مشكلتنا مع شكل النظام بلبنان وإذا بدك منحكي فيها شوي بعدين بسنا خلص نقطط الدعم الدعم من أول نهار وأنا صلي بقولها أكثر من سنتين الدعم لازم يكون موجه ما في شيء اسمه دعم عمومي الدعم عمومي للتجار وللمهربين أنا وقتا بيجي بدعم استراض النفط أنا عم بدعم شركات البساتني ورحمي واللي هني اللي هني عم بيجيبوا النفط بيربحوا دعموا كرمالهم بيوصلوا على لبنان مين بيستفيد منه؟ بيستفيد منه يلي بيصرف بنزين كتير ويلي بيصرف نفط كتير ويلي بيهرب هول بيستفيدوا أما عامة الشعب اللي بنيهني هم بيستفيد بها التنك اللي قادر يعبيها مشين هيك الدعم بتجي الدولة بتعمل سلة غزائية للعائلات الأكثر فقرا بيعمل مثلا لكل عائلة خمس تنكات بنزين بيعمل إطار البنات اللي هني لأنه نحن أصبحنا الدولة فقيرة مضطرة تعمل هيك مع شعبها ما بقى فينا نفكر متل ما كانت تفكير سابقا هاي الدولة شو عملت كمان حتى تعرف انه هاي دولة التجار والمحتكرين هاي ده الدعم للدولار اللي صار على مدى من سنة 97-92 وقت تم تثبيت سعر الصرف بليه صار صار لحتى تجيب دولارات من بره هاي الدولارات اللي بتجي لبره شو بيصير فيها بتنحط بالمصارف كبار المتمولين بيقبضوا فوائد أعلى اثنين تجار اللي أعطيك مثلا لأنه كتير دايئة هدا الموضوع في ناس بتقلك انه لأ متثبيت سعر الصرف كان ضروري شو اللي صار لنقول حدا وكيل سيارة الميرسيدس عم نعطي الميرسيدس كاسا مثل يعني مش جيب تفاح أدد دعاية هلأ طوال صار وكيل سيارة لا ما ما حعمله دعاية حضره اللي حقوله مش جيب ميت سيارة هول ميت سيارة عم بشتري ميت سيارة على سعر دولار ألف وخمسة بينما السعر الطبيعي والحقيقي للدولار في لبناء كان أربع خمسة ألاف قدري جيب ميت سيارة هاي الميت سيارة ربح فيهم لنقول بكل سيارة ألف دولار ربح ميت ألف دولار هاي الميت ألف دولار اللي ربحها هي عمليا إيمتها الفعلية لازم تكون ثلاثين ألف عم بيطلعوا عن برات لبنان ميت ألف يعني ربح سبعين ألف كل الناس اللي استفادت من تدفق المالي هني طبعا كل الشعب اللي اللي بني استفادت من تثبيت أنا اللي اشتريت جاكات وأنت اللي اشتريت كرافات وكله استفاد من أنه دفع حق ولكن لتجار الكبار هني اللي استفادوا هني اللي هربوا أموال لبرة ورجعوا نشفوا والمصارف هربت الأموال لبرة رجعوا نشفوا السوق من الدولارات فعمليات الدعم اللي كانت عم بتصير اللي كان لا للكهربة لسعر الكهربة ولا الدولار ولا الأدوية ولا الكاجو والبيكون والمدرشو كلها سوى كانت عم تهدف ل يعني زيادة الغني غنى وأفقار الفقير أكثر هذي كان هدفها يعني هذا مخطط ليس بجديد هذا مخطط انطلق مع الاقتصاد الرائعي الحريري الاقتصادي واستمر واليوم ندفع تمن هذا المخطط واليوم نشوف يليا عم نعيشه واليوم نبع في طبقات الشعب اللبناني يا فقير يا غني الطبقة الوسطى المحيد نعيش أزمات بكل القطاعات عمليا هذا النموذج الاقتصادي الرائعي قبل كان حاكم له شريك يوم لا شريك له رياض سلامي هو حاكم لبنان هو اللي بيحدد لمين بده يعطي الدعم طبعا بالشراكة مع السفيرة مبرح يعني الصحافي حسن علاء قال كلام خطير قال انه السفيرة هي بتحدد مين بيطلع له دعم بيزيق لويح لتحدد مين بيطلع له لا ليه ما منعتبر هذا الكلام كمان كلام صحف يعني هذا كلام يمكن ان نقول الكثير في الصحف عن رياض سلامي ولكن البعض يعتبر اليوم انه كان رياض سلامي على مدى سنين هو ضمانة الليرة والاستقرار لهذه الليرة قبل ما تنفجر الامور بفعل كمان الحصاري اللي عم تتفضل فيه هلأ هو هو جزء من الحصار ما حدا يفكر انه رياض سلامي منه جزء من الحصار هو ساهم بالحصار اللي صار هو اللي كشف مصارف هو اللي شارك بأعطاء أسماء لوزارة الخزانة الامريكية هو اذا بدنا نحكي بهالمواضيع بنحكي ساعات بس اللي عم يقوله اليوم من الدعم مين عم بيقرره الحكومة مجلس نوار مين عم بيقرره السياسات المالية مين عم بيقرره مش عم بيزيل في اجتماعات هذا مبارح كان في اجتماع من أسبوعين بأسر بعبدة خلص إلى قرار يتعلق بالمحروقات النوء الدولة هي اللي بتدفع حق المحروقات بقيمة حد أقصى 225 مليون دولار هو بس قبل كان عمل أرار غير هو كان رحل رفع الدعم بعد ما طلع عند فخامة الرئيس رجع تراجع عنه جزئيا ما بقادر كان يحمل هذا الدعم كان عم بيقلك أنا دفعت 800 مليون دولار محروقات بشهر هي صحيح كمان إنه دولة وين عم بتسعب دليون سلامة لو منع التهريب ومنع الاحتكار ومنع التخزين وكل هذه الأمور اللي شوفنيها 860 مليون دولار بتموز ندفع دعم بس هيدا الدعم اللي هو من سنتين لليوم مين كان مشرف عليه ومين قرر وين قرره مين قرر إنه الكاجو بدو يندعم كل اللي جين اللي عمل رياض سلامة ليه موافقة علي حسن الدياب أنا ذاك ووزير الاقتصاد وطلعوا مبسوطين بسهو مو كان مدعوم كل اللوايح كانت تطلع من عنده لرياض سلامة مش بالعكس أكثر من هيك تجار اللي كانوا عم بيجيبوا من وين كانوا ياخدوا الموافقات مين هو في لبنان مين هو ليش تاجر يطلع له وتاجر ما يطلع له ليش تاجر ينعرف إنه عم بيهرب المصريات لبرات لبنان وما يجيب فيهم بضاعة يروحوا بضاعة ضغري لبرات لبنان وينسكت عنه ليه أنا بعرف ناس اشترت شقق برات لبنان تحت باب الدعم حجم الأمور يعني كيف صارت ما حدا في ينكر إنه الحاكم هو إذا ما بدنا نقول هو المشكلة هو جزء أساسي ويمكن الأكبر يعني واحده 50% وطلع من المشكلة اليوم في أمر كمان يحذر منه أصحاب المحطات والمعنيين بقطاع المحروقات إنه بكرة أوكي رفع الدعم ولكن رح نبقى مرهونين بقرار حاكم مصرف لبنان لأنه ربطت الاعتمادات جميعا بحاكم مصرف لبنان وبتالي يدعون إلى تحرير القطاع بكاملو طي قدروا يشتغلوا لأنه بكرة حتى لو رفعت الدعم إذا صارت التنكة 300 ألف إذا رياض سلامي ما وقع اعتماد ما رح ينفتح اعتماد لهذه الباخرة لك هذا الموضوع مش دقي إنه هذا الكلام لأنه بلبنان هذه بتثبت بسوريا بلبنان في قطاع خاص قوي وفي شركات عندما يكفي من الدولارات بلبنان وخارج لبنان بس ما الرهنت لقرار حاكمية مصرف لبنان لا إذا واحد هو شركة هلن يقولون إنه ما فيهم يفتحوا أي اعتماد بموجب اتفاق إلا عندما يوافق عليه حاكم مصرف لبنان إذا شركة لنقول ماتكو وبعتقد الماتكو هي بعتقد المعنية بأن الموضوع قررت الماتكو تشتري باخرة نفط وهي الآن عم تشتري بحسابة عندها بابونك باللاكسنبورغ بعت التحوال للبلد اللي بدون يجيبوا منه النفط وإجت الباخرة ما بدا فتح اعتماد بعدين بالقطاع المصري في اللبناني اللي بعده لليوم قطاع حر طبعا شو عم بيعمل القطاع المصري عم بيعمل عجيب صار إذا مصرياتك بك تروح تجيبهم من البنك اللبناني بيدفعك عليهم يعني عم بيعملوا قصص رواتب الموظفين ما بقى فيك تبعت حوالي لراتب الموظف صار بدك نوضحوا هذا الموضوع قالوا في سقف معين فوق هالسقف رح نطلب ليرة لبنانية تنغطي مش مزبوط قرار اللي صدر عن حاكم مصري في الموظف مش مزبوط اليوم الرواتب بـ 80% من مصارف لبناني إذا مش أكتر إذا بدوا يبعت حوالي من حسابه كشركة لحساب الموظف بيطلبوا منه يجيبوا نفراش ماني يعني فراش لبناني اللي حتى يحاولوا له مصرياته مصريات الشركة ما بيحاولوا له إياها مصريات الموظف وما بدنا نشاهر بي حدا لحد هلأ يعني بس هيك عم تتصرف المصارف مش ما بقى في حد الشهر الماضي كان في حد صحيح هيدا الشهر بطل في حد خلاص كسرت كل وهيدع فكرة جزء من الحصار اللي قال لك ليش وقت بي قرر الحاكم يجفف السوق من الليرة شو عم بيعمل وقت بيجفف السوق من الليرة الليبنانيين كيف بعضهم مستمرين اليوم الليبنانيين مستمرين راتب ما بقى راتب يعني 80% عم بيقولوا مستوى الفقر وصل على 74% لنقول هول 74% ما بقى يكفيون راتبون عشو عم بيتكلون على ما تبقى عندهم من ودائع عم بي يعني خبي قرشك الابيض لا يومك الاسود وصلوا له بس حتى هيدا القرش الابيض ما بقى فيه يوصل له هيدا عملية التشفيف بيفسروا لكيها ايام انه هني المصارف عم تشتري الدولار من السوق مشين هيك بطل فيه لبناني مش دقيق لانه اذا اجا المصرف اشترى فيها دولار من وين بدوا يشتريه لنقول من عند الصراف طب ما صاروا اللبناني عند الصراف مطاروا مختفيوا عملية التشفيف سببها واضح انت عندك كتلة نقدية بالبلد حجم هاي الكتلة النقدية لنقول كانت تعمل مليار دولار لنقول اليوم صارت تعمل مئة مليون حاجة السوق اللبناني للعملة اللبنانية توائزنوا فيه حجم استهلاك معين بالدنيا اللبنانيين لنقول تراجع من مليار دولار لها 300 مليون بس ما بقى فيه إلا ما يساوي 100 مليون دولار بالسوق اللبناني في نقص 200 مليون ليش عملوا هيك مش بس لحتى يخف الاستهلاك والاستيراد لحتى يكبروا حجم الأزمة الحصار على لبنان هو حصار متعدد الأطراف متعدد الميلات وهذا الحصار جزء من السياسيين في لبنان عم بيقوم فيه يعني الإدوية اللي موجودة في لبنان أنا بفهم الدول اللي جاي من برات لبنان المستورد ونصير فيه شح فيه لأنه ما فيه دولار لنستورد بس الجنريك اللي موجود بس الجنريك اللي مش مش موجود لين راح هذا جزء من كمان عملية الاحتكار والحصار اللي هني بيتكامل ومع بعضهم مش قسمين طالما كنا عم نحكي عن الموضوع المالي وقبل ما فوت على فاصل لجنة المال والموزنة اجتمعت وطالبت بمكان معين بأنه السعر المعتمد للصرف 3900 يتم تعديله في وجهة نظر تتحدث عن تضخم ممكن يصير بالمرحلة المقبلة إذا رفعناها من 3900 إلى 10000 في وجهة نظر تاني بتقول أنه لا نرفعها لعشر تلاف ومنحط سقف معين بالتالي نبقي على الكتلة النقدية على ما هي عليها اليوم وبالتالي نسبة التضخم مثل ما نحن عم نعيش حضرتك من أي رأي هو المطروح لنقول أنت بيحقلك 1000 دولار تحسحبهم على 3900 3 مليون 900 ألف المطروح أنه صير مثلا تحسحبهم على 8000 بس ما بيحقلك تصبح تسحب 1000 دولار تسحب ما يوازي لأربعة 3 مليون 900 ألف 450 دولار تبقى هي زيتا هيدا ما بتكبر الكتلة النقدية هيدا بس بتخفف من خسارة اللبنانيين من ودايعهم بالدولار يعني أنت بدلا ما يكون ودايعك بالدولار عم تتقلص بسرعة كبيرة بصير تتقلص بسرعة أهل وهني أصلا ودايع اللبنانيين هني عملية اللي كانوا حكيوا فيها على مدى سنين أو سنة ونص سنتين عملية تطفيط الخسائر كل عملية تطفيط الخسائر طلعت باللبنانيين لا مزيع الخسائر طلع باللبنانيين بشكل مباشر تطفيط الفجوي مصر في لبنان عندك الدولة ما ساهمت بشي بالعكس الدولة استفادت الدولة نزل الدين العام تبعه من ما يساوي 110 مليار دولار اليوم 25-27 مليار مسبب سعر الصرف وكمان عملت ديفولت على السندات وحسنا فعلت هيدا كمان اليوم بكرا بتعمل تفاوض اليوم بتبيعهم اليوم قيمتهم السوقية 16-17 سنت لكل دولار للسند بكرا بيعملوا ديل عليهم بيعملوا بخمسة وعشرين وخلص الخبرية وليادار مداخلي كشر فالعمليا اللي صار انه الدولة خففت من دينا هذا جزء كبير من اللي صار منهيار سعر الصرف مين اللي خسر اللبنانيين اللي هني عندهم وداع بالدولار اليوم انت اذا معك 100 دولار تشاك بيعطوك فيها 17-18 دولار مين خسرهم المودع اللبناني هاودي مين ربحهم المصرف مهودان على المصرف المصرف ربحهم يعني مين طفت الخسير بمين بالمودع بالمودعين اللبنانيين يعني دولاراته راحوا والمصاري اللبناني اللبناني بطل الى قيمي كمان هو خسرها بينما عمليا دولي كانت مديوني ما معه وداع المديون بينبسط وقته بيروح سعر الصرف اللبناني راح تقدرته الشرائي باللبناني وخسر الدولار وخسر وظيفته وإذا ما معه شوية مصاري باللبناني يريدون يعطوه إياهن ما بيعطوه إياهن إلا بـ 12 و 13% يعني كل اللي صار بيأكد أنه هاي المنظومة السياسية مع منظومة التجار واللي هي طبعا منها بس تجار هني تجاره وقضاته ومحتكرين وضباطه والبدكة هني جزء ما زال يعني نحنا يعني خلينا نقول الأمور متل ما هي نحنا شعب مشكلة عنا بيبقى ضابط مفترض ضابط ما يكون مشترك هل قد ضابط نجمة ومحترامنا لكل الناس بيروح عالترمبة جايب معه ست سبع سيارات بيفتح الناس الترمبة ومين بيعبي السيارات اللي جايبهم معه وبيكون عندك صف ناطر 200-300 سيارة صلهم من قبل بنهار بغض النظر إذا هني تجار ولا ناس عادين فيهم هيك وهاك بيعبي هؤلس ست سبع سيارات ويروح بيبيعهم وكل الناس بتعرف والضابط المسؤول عنه بيعرف نحنا جزء من المشكلة مش نهاية دايما نحنا منهم بس نحنا كمان في عنا أزمة تتعلق بالرواتب والأجور طبع القطاع العام مثل ما عنا أزمة تتعلق بالقطاع الخاص إذا الضابط أو إكس أو إجراج أو زاد مش عم يهرب من السلك عم بيطار يشتغل أو يستعمل هذه على سليب الملتوية دخيل لك ما تعمل مثل ما عامل ملح مريشي وجورج عائس برر والإبراهيم الصائر أنا ما عم برر أنا عم بسأل سؤال لأنه أنا فيني برر لضابط هو شغلته حفظ الأمن والحفاظ على مصالح الناس أنه يصير جزء من التعدي على الأملاك الناس وعلى أنه يصير جزء من السمسرة كيف هي هده عنده قصم يمين يعني عامل فايت مستعد يقدم دمه لبلاده وصار بده ياخد بنزين ومزوت لا مشين هيك أنا مني عم بقول أنه ما لازم ينعمل حلة مشكلتهم لا وبالعكس كل موظف بالدولة اليوم كل موظف حتى بالقطاع الخاص القطاع الخاص كمان ما عم بيقدر يواكب طبعا طبعا تسارع عن هيار سعر الصرف بس القطاع العام هو إذا بدك نموذج كامل لك عملية إفقار اللبنانيين من أجهزة أمنية لموظفين إدارة لك كل هؤل الناس اليوم اللي بيقبض موظف بالدولة اللي كان بالإدارة ولا بالأسلاك الأمنية مليون ونصف ليرة كيف بدوا يعيش هؤدي بيكافوه بنزين لا يوصل على النقطة طبعا هذا مع سلسلة الرتب والرواتب هذا مع سلسلة الرتب والرواتب بتخيل بلاها يلي أكتار بيحملوها مسؤولية ما وصلنا إليها الدولة قاعدين معنيين كيف بدون يحافظوا على مكاسب التجار ومكاسب هالمنظومة ونسيين هول كيف بها تمشي الدولة كيف بها تمشي الإدارة وهذا موضوع مش إنه جمعة وجمعتين وحينحل يعني إذا بكرة إجت الدولة عملت وأنه زادوا المواصلات من 8000 لـ 24000 وخير إن شاء الله نشو بتعمل 24000 ووقتها عم بيتطر عب تنكة البنزين بـ 300000 فلا يعني هيدا الكلام مش لنقول إنه هيدا الضابط ما عنده مشكلة بس ما فينا نبرر لأي حدا أنه صير بيتعدى على الأملاك العامي والخاصة ويسمسر وهو مسؤول عن هالناس خلينا نروح السيد حسن إلى فاصل ومن بعد نعود إلى حوار اليوم عودة إلى حوار اليوم والملفت المتبقي عندنا حكومة عندنا احتكار وبدأ يرجع لنقطة كمان تتعلق بالموضوع السوري تعتقد ستكون سوريا كما قال فاصل المقداد مسهلة لمطالب لبنان أم أنه رح تحط بعض العراقيل انطلاقا من الوضع يلي كان متوتر بين الدولتين بعتقد أكيد الدولة السورية ستكون مسهلة والدليل بالألفين وحدا عشر كانت العلاقة الدولة اللبنانية بالدولة السورية ما كانت كتير منيحة كانت وزيرة مالية ريال حسن تم استجرار النفط الغاز المصري عبر سوريا على طرابلوس لمدة عشرة شهر بوقت ريال حسن قررت ما تدفع هلأ ليش ريال حسن قررت ما تدفع ريال حسن بتقول والسانيورة بيقول يعني منهم اتنين هنا انه كانوا السوريين عم بيبدلوا الغاز المصري بغاز سوري ويبعتون الغاز السوري ويخلوا عندهم الغاز المصري بينما الحقيقة هي انه هي ما دفعت لانه طلعت صرخة المستوردين يعني وقتها بتكون انت عندك المستوردين بيعملوا أربعمائة خمسمائة يعني الكرتلات الكرتلات استراد النفط واليوم اذا بدك تقول يعني عملية استجرار الغاز المصري مين حتطلع صرخته أكتر شي بكرة مشوف مين حتطلع صرخت الكرتلات بكرة بتشوف كيف بدون يبلشوا يعرقلوا هذا الموضوع الكرتلات في لبنان يعني تاريخيا هي عملية من أقوى المنظومات وهي مش بس كرتل النفط عدة كرتلات شخص بيحط مليون لتر أو إلى ما هنالك من البنزين والمزوط هذا يعطى بأن كرتل البعض بيروح طالما فتحنا هذا الموضوع البعض بيقول لك أنه براهيم السقر عنده 36 محطة بنزين بلبنان أقله يكون عنده هذه الكمية من التخزين أول شي أنا كان ممكن صدق هذه النظرية لو عم بيعطي لمحطات ما لدي هو إذا بدي روح أنا بحسن النية مثل ما عم تتفضل كان هذي التسعة وثلاثين تانك اللي موجودين عنده كان هن عم بيفرغن ويبعثن على المحطات هذي مخزنين ما عم بيمبعثن على المحطات شو نية التخزين بالحد الأدنى بالحد الأدنى الاستفادة المالية في واحد يروح أكتر أنه جزء من الحصار وتطلع الصرخ أكتر ويمكن في غيرهم بعد محلات ما بنعرف وين هي بس عمليا وإنت بتجيب تدفن هيدا العدد العدد من الليترات معناتها أنت عم بتساهم بطريقة أو بأخرى بالإحتكار ومتأمل أنك تعمل مصاري زيادة عبر هيدا الموضوع هو الحقيقة أنا براهيم الصقر ما كان يعني غريب رد تفعله وإخر شيء بزنس طبعه وبيلبنان كله محلل قدام شو كان الغريب غريب ولا حتى الدكتور سمير جعجع الدكتور سمير جعجع ما كانت مستغربية لا من حماية الشباب اللي نزلوا ضربوا بالجميزي ولا اللي ضربوا المتظاهرين الشيوعيين ولا الوقوف حدهم بس أول رد تفعل القوات اللبنانية كانت بيان صدر تبرى فيه من إبراهيم الصقر واعتبر أنه فيه حملة عم تنخاط على القوات اللبنانية عبر إبراهيم الصقر بوقت القوات ما لنا مسؤولة لا هني ما تبروا ولا لحظة وبالعكس كلام سمير جعجع بيعتبر أنه استهداف طائفة يعني عم بيستحضر الخطاب الطائفة لينقذ محتكر وهذا شيء مش مقبول بس الغريب كان أنه كيف عنا العقل الحزبي دايماً بينتصر للقبيلة بغض النظر عن الحق أنا عندي رأي دايماً بقوله أنه أنا حزبي ولكن ما بسمح ولا يوم أنه حزبي يصادر لي لا عقلي ولا ضميري ولا أخلاقي أصلاً هو الأساس انتمائي للحزب أنا لوما اخترت هذا الحزب بعقلي ما كنت فدت عليه وبنفس الوقت ضميري هو اللي خلاني انتصر لقضيته وأخلاقي إنه مسلكيتي بس أستاذ حسان إذا حداً بالحزب بالحزب عندكن قام بما بعرف خزان ميزود ووضع ميزود بيكون الحزب مسؤول يعني بيكون خليني حسان السقر مسؤول لا خليني كفي لك أول شيء ما بطلع دفع عنه بلش من هون وأنا هون كانت مفاجأتي بملحم وبجورج عائس لهن اتنين من المحترمين يعني أنا ملحم صدي وحبه والبدكي عملياً وجورج عائس قاضي وغريب كلامهم يعني طريقة الدفاع والتبرير والاستخفاف والهجوم والطائفية للدفاع مثل ما تفضل كان فيهم يقولوا هذا لا يعني أن القوات اللبنانية محتكرة هيدا تاجر عم بيعمل مصلحته ليش تكبير حجم الموضوع بهذه الطريقة بتحسه إثارة لأنه الأعلام كبر حجم الموضوع وربط إبراهيم السقر بشكل مباشر بالقوات اللبنانية وصار يتحمل ممناجة على الحزب خليني أنا أقول لك إذا هو هيدا الحزب بيبرق نفسه بيبرق نفسه عبر القول بالهجوم المضاد وتبني اللي عمله إبراهيم السقر وصير المسيحيين بخطر وتهجير المسيحيين بخطر أو بيخدهم مصلحته أكتر عبر القول أنه هيدا شخص برهيم السقر عمل هيك وهيدا مصلحته نحن غير معنيين فيها وقتا بتشوف هذا الحجم من الحماية وهيدا الحجم من النزول معه بالخندق بتقول أنه القصة أكبر من هيك شو القصة؟ هون ما بعرفه شو بدأت تقول القصة؟ لقلك شو مثلا أنت بتعرف أنه أول يوم وقت اكتشفه أول بير طلع معه خلينا نسميهم أسمي ذي زراعية في ناس بيقولوا نيترات وصل للقصة عش تيام هو نيترات واستخدم للزراعة وحضرتك تعرف هو النيترات الأمونيوم هو الأزوت عالي فيه هلا مش كل نيترات هو صالح للتفجير ولكن النيترات اللي صالح للتفجير رش عليه ماء بيصير فيه chemical reaction بيصير صالح للزراعة بس ترش عليه ماء يعني ما بعد ينفجر حتى إذا بقى نرجع على قصة المرفأ إذا كبوا ما يكانوا ما كان نفجر ما حدوا بينفجروا خلص بتحولوا لشي زراعي هذا بيأكد لك أنه ابقاء هونيك كان فينية كان فينية بالحد الأدنى بالحد الأدنى للمتاجرة فيهم إذا ما بدنا نقول استخدامهم بمحلات سياسية ضد الدولة السورية بقى يلي بيجي لحد اليوم مرأة عشرة أيام على قصة الأسمة دي اللي هي ممكن تكون نيترات وممكن لا طلع شي بيان شي جهاز أمني شي جهاز قضائي عرفنا فيهم ليش هيدا القواص الاستباقي ليه معناتها هون بتصير أنت بتحط شكوك أنا عم بحطها قدام الرأي العام حقيقة ما بعرف يعني ما بعرف إذا هني نيترات ولا لا ولكن ردة الفعل يعني مت كأنها هي بتأشر لك أنه في شي أكبر من قصة التخزين لأنه مصلحة القوات كحزب يطلع يقول أنه نحنا ما قلنا على هيدا تاجر وإذا يوم أنا كحضو بحزبي غلط غلط بتمنع حزبي ما يتبنيني يكون أنا وغلطه بيطلع براسي الحزب ما لازم تتبنى الأخطاء أعضاء ما بتعتبر قد يكون هناك معطيات موجودة لدى القوات اللبنانية بتدفع بملحم ريشة أو بجوجع أيس أنه يكون عندهم هذا الموقف أو كمانا ما بتعتبر أنه ما يراه البعض السنسبية بالتعامل كمانا أودت إلى هذا الرأي فيه ناس بتقول لك ليش بس عندما توصل الأمور عند المسيحية نعمل الهام روجة الكاملة وبيصير طائفة المحتكرين بوقت فيه طواقف أخرى أيضا تحتكر وتقوم بهذه العملية وحضرتك اليوم تعرف الشد الحبال الطائف اللي موجود بالبلد وقد تكون قوات اللبنانية استفادت منه أنا وابعف إذا استفادت لأن القوات اللبنانية صورت نفسها آخر عشر سنين خمسة عشر سنين أنها هي حزب خرج من الخطاب الطائفي وشد العصب الطائفي وذهبت إلى خيار الدولي ما حدث آخر فترة من اعتداء على السوريين رايحين ينتخبوا وصولا للاعتداء على المتظاهرين وصولا لسلاح والظهور بسلاح لا قصة إبراهيم الصقر عم بيرجعوا يذكروا الناس أنه هني لا خيارهم مش الدولي خيارهم الخيار القديم أنا عم بقول هيدا انطباع عام عم بيسمعوا من الناس كمان مش بس رائع ولكن أنه أنت تروح على أبعد من هيك على الخطاب الطائفي وشد العصب الطائفي أنت عم ترجع تساهم بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء اليوم أنت عندك قصة خلدي عندك قصة اللي صار بشوية عندك قصة في مجموعة من الأمور اللي عم تاخد طابعة طائفة وقتها هذيك الأمور ممكن يكون إلى إذا بدك حدا محرك خفي بس هذي القصة ما إلا محرك خفي يعني بتعتبر أن القوات اللبنانية تقصد هذا الأمر واضح ضمن إطار مشروع إي أنت أنت بتدفع عن لتحمي حالك بتتوسل وسيلة طائفية معنية أنت ما بقى سألين عن أساس الموضوع هل هو مطلب حق أو مطلب غير محق صار هدفة حماية الشخص على قاعدة طائفية بس بتسمح لي هذا الأمر يعتمد أيضا أنت يار الوطني الحر الموضوع الطائفية حماية الطائفية عن طريق الإزعان بأن حقوقها مهددة هذا الخطاب الطائفية استعملوا القوات أو تاير الوطني الحر أو حركة أمل أو حزب الله أو تاير مستقبل نحن ضده مين ما استعملوا لأنه هذا يحقق مكاسب آنية وهو مضر استراتيجيا على وقت البلد وعلى سلامته بس بدي أرجاء لك على نقطة الاحتكار المشموشي مش طلع فيه قصة احتكار إدوية والمشموشي مسلم وطلع فيه مذكر التوقيف هو متوارع على الأنظار شو اسمه الحجم بيت خليفة طلع فيه مذكر التوقيف وتوقف ورجعوا فلتوا بعد ثلاث أربعة أيام على قاعدة أنه المستودع تبعه ممكن هذا التبرير بالتحديد يلي استنفر كتير من الناس وكلام وزير الصحة حول عصام خليفة ومستودع عصام خليفة وضع علامات استفهم على الاحتكار والسنسبية بالتعاطف خليني كفي لك ليش هو يجع أبراهيم الصقر سلم نفسه وطلع من القضاء بعد عشر سنين مثلا كان ممكن ثلاث أربعة أيام ويطلع هذا القضاء في لبنان منه اللي توقفه بإيه من اللبنان القضاء مش قوي إلا على الضعيف أي حدا مدعوم ما بيقرب عليه وأنا بأكد لك هلأ المشموشي مشاربين بكرة يجي بيشد في تيار مستقبل ثلاث أربعة أيام وبيطلع براهيم الصائر بيجي بيفوت ثلاث أربعة أيام وبيطلع الحج خليفة أجد ثلاث أربعة أربعة أيام وكل الأدوية عطيه للصيدليات علما إذا بسألني رأيي أنا كنت لأنه الوزير ينتمي لحزب الله أنا كنت مع أنه يتشدد أكتر مع خليفة لأنه ينتمي هلأ هو المذهب شيعي بسمه هو بعتقد أقرب لحركة أمل على ما أعتقد مش لحزب الله ويمكن يكونه مغلط مع أنه يتشدد معه أكتر لحتى ما تتفسر بهذه الطريقة ولكن باللبنان من هو اللي بيتوقف وبيبقى بالحبس طرف لك شيء واحد مدعوم إيه مش ما في حاجة يعني يعني وإذا حبس له شيء كم يوم الزيادة بيطلعوا بسياراتهم السياسيين ويدبعهم أنه ينطلعوه مش هيك صار بقى لتحويل الأمور بطريقة طائفية هو واضح هو ما بيعملها إلا الضعيف لا يكسب شعبيا يا أما الضعيف يا أما الطمعان بالشعبية الزيدي ولكن إذا نحن بدنا نبني الدولة نحن بنعزز دور القضاء نحن بنعزز دور المؤسسات الأمنية طبعا إذا عم تشتغل بالأصول إذا ما عم تشتغل بالأصول نكشفها بدنا نبلش نعمل حكومة أستاذ حسن بدنا نبلش نعمل حكومة تيمكن نوصل على خطوط نقدر نتصرف فيها اليوم بعدنا عم ندور بحلقة مفرغة هل هو الحق على رئيس الجمهورية هل هو الحق على نجيب ميقاتي هل هو الخارج هل هناك بالداخل من لا يريد حكومة في خيبة أمل وأحباط عند اللبناني يلي بيسمع كل يوم إيجابيات إيجابيات وعندما تحسم الأمور تنسف هذه الإيجابيات نهائيا أنا بعتقد أنه الناس أول شي زهقت من الحجج اللي عم طلعطها من كل الناس الناس اليوم معتقدة وعن خطأ أن الحكومة ستشيلزيل من البير الحكومة لا تعمل فرق كبير هي ستجلب لها كم مئة مليون دولار يسيسرون بس وجودها بس وجود هذا الهيكل أساسي لأستمرار الدولة وجود الحكومة أفضل من عدم وجودها طبعا حكومة فاعلة أو تقوم بأعمالها أحسن من تصريف الأعمال هذا لا شك فيه هذا بالمبدأ الناس بدها حكومة والناس همومة صارت يعبي بنزين يعني شوف الناس وين صارت بدوا يلاقي دواء الناس ما بقى فيه لو واحد لبناني بيعرف حدا برا إلا جب لي معك دواء إذا جاي أو بعت لي دواء مع حدا يعني اليوم بدل ما يكون عقلنا مفرغ للإنتاج وللإبداع وللتقدم صار رجعنا على إذا بتقى البيرامد أوف ماصلو على البيسيك نيز اللي هي طبعا إنسان عصر الحجرين مزوت بنزين دواء أكل هذا قصرنا هيك عشان ببوكس والنوم هو الشلتر حتى الشلتر ما كنا عم نحكي عم ننام على البلكون هيك صرنا بقى هذا الوضع عم بيخلي الليبنانيين أقل قناعة بكل الحجاج اللي عم تنعطى هذا بالمبدأ وأنا إذا بدك بدي فوت على التفصيل رأي أنه رئيس ميقاتي غير جاهز للتشكيل غير جاهز على أي قاعدة لا غير جاهز لأنه من يوقف خلف رئيس ميقاتي لا يريد أو غير جاهز لأنه لم تتضح الصورة الأقليمية الدولية في ثلاث أربع سئلة أنا بطرحهم وبعد لحد هلأ ما فيهم أجربة أول شيء هل السعودية أذنت للرئيس ميقاتي بالتشكيل الحكومي المعلومات بتقول لا هل أنه في حركة هل الغطاء الفرنسي لحاله كيف أنا بعتقد طبعا لا طيب هيدا بالشيء الخارجي سقف نادي رؤساء الحكومات السابقين هيدا سقف عم بيجبر الرئيس ميقاتي يكون بسقف الرئيس الحريري ما قدر يكلف بسبب السقف العلي مشاهد هذا موضوع كمان ظاهر ويقال في خلاف نشب بين نجيب ميقاتي وسعد الحريري على أسماء وعلى التدخل مباشر لسعد الحريري صحيح وهيدا من الزمان لشيله لمصطفى أديب مشاهد مشاهد ما قدر شكل سبب السقوف اللي كان حطط له يا سعد الحريري سعد الحريري كان بده يفشل مصطفى أديب لأنه محسوب وعلى نجيب ميقاتي ولأنه عم بيأخذ الدور العلاقة الفرنسية من سعد الحريري نفس الشي بينطبع على الأصيل مش الوكيل اللي هو مصطفى أديب نجيب ميقاتي هو الأصيل تعرف مصطفى أديب محسوب عن رئيس ميقاتي هيدا بالشق المتعلق بالنيدي الرؤسي ثلاثة هل بيقدر رئيس ميقاتي بما له من علاقات خارجية ومصالح خارجية وبزنس إزبرات لبنان أنه شكل حكومي عم بتجيب نفط من إيران بيقدر يعملها سؤال اليوم بالصحف يقال أنه نجيب ميقاتي هو هي اللي فرم القدوم النفط وأحاله إلى بنياس أنا من أول نهار بعرف أنه جاي على بنياس من أول نهار طيب ففي علاقة مباشرة بين نجيب ميقاتي وحزب الله فيه بالواسطة أكيد فيه بالواسطة يعني في عندك مجموعة من النقاط منه قادر الرئيس ميقاتي يتحملها بالسياسة هلأ بتفوت على التفاصيل بالتفاصيل أنه كان بس يكون الأمور مسهلة الرئيس ميقاتي يخلق يخلق عرقولي بشان هيك التفاصيل بتنامع خبرية بتفيقع خبرية بس كمانا لما تجيب عبدة بإيجابيات مفرطة أو مصادر مطلع وأوساط بعبدة تتحدث عن إيجابيات 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 وكأنه الأمور قاب دقائق من علينا الحكومة مش هيدا محاولة تزارك لنجيب ميقاتي وطلع نجيب ميقاتي ورد ببيان على هذه الإيجابيات وكان فيه إشارة إلى أنه ملتزم بعد بأي شيء نهائي ما حدا قبل صدور المرسيم الخاصة بالحكومة بالسياسة كل الناس بتكتك يعني إذا دوائر الأصر قبدت إيجابيات لأنه صار فيه اتفاق على غالبية التشكيلة وحاولت تحرج فيها الرئيس ميقاتي أنه هاي كل الناس بتعملوا رئيس ميقاتي عمله وصعد الحريري عمله قبل وبدأ الإيجابيات أنه بعد فيه اسم القصة بتنحل طبيعية بيان الرد العنيف ليش بيان الرد العنيف على الإيجابيات يعني على ما كانت بث دوائر بعبدة من إيجابيات لأنه أحرج لأنه أحرج أنه أنت يعني معقولي هلأ على وزير وقف الأمور أنه كيف أنه هاي القصة قصة وزير بتنحل هلأ إذا بسألني رأي أنه بالتركيبة الطائفية للبنان إذا أما بتشكل ببلد مدني علماني بتشكل حكومة خارج القواعد الطائفية المتخلفة اللي عم نعيشها وهذا شي يمكن فيه نحن وكم حدا كم طرف غيرنا بيفكر هيك بس يتفكر بالناس على أساس الكفاءة وعلى أساس التاريخ وعلى أساس الكفاءة الأخلاقية والكفاءة المهنية والكفاءة الأخلاقية والمهنية بيكون في وراها سيفي مش أنه واحد ما فيه إلي أنه صالوا 30 سنة منه مساعد نادي بضاعته أو منه مساعد بلدية بضاعته أو منه مساعد فقير ومنه عامل أي عمل عام وفجأة أرر أنه هو بده يعمل منقذ للبنان وإجا أنا ما بسده ناس تاريخ مش أنه فكرة هود التكنوكرات وهي الأخبار كلها أفكار أنا بأعتقد جاي أهدافة أبعد من هدف المباشر لأنه هني بده نحق حكومة غير سياسية مش أنه يعني الموضوع للوزير بهذا التركيبة الطائفية لو حكيناها واللي هي ما بتشبه نحن كيف نفكر بس أنه إذا كان في باقي تسع وزراء مسيحيين مشاك ليش رئيس ميقاتي بده يسمي واحد منهم ما يسف هل رئيس عنه يسمى واحد سني عبر لك منطق طائفي ما بيشبهنا ولكن عم نحكي من منطق يعني ناقش الواقع الموجود بس هون عم نروح على ثلث عم نروح على ثلث يسمي بعض ضامن والبعض ورئيس الحكومة واحده تلتان بيستقيل بيمشي رئيس الحكومة مثل ما عمر رئيس سيد الحريري كل العالم ترجطه يا دوت الرئيس شو عم تعمل ليش عم تستقيل كان هو بالمزرعة عن بومبيو جيته تعليمي عم تخرب البلد ما بيجوز بهذا الوضع اللي انت رايح الأمور رايحة على الفوضى ما بيجوز تستقيل استقل طيب انه هيدا القصة مش قصة انه ثلث او غير طيب ما يبدو يسميه هادا الوزير كمان سؤال يسأل بس يبدو انه هي ابعد من من وزير انا مقتنع هي ابعد في خلافات كبيرة بعد موجودة على سيمة كمان وزراء مسيحيين اخرين على حقائب بعد لم تحسن بعد بإطار المفاوضة تلاتي المسيحيين الاخرين على القليلة بالحصص انحسنه بيبقى فيه بموضوع الحقائب تفصيل بيوصلوا له بس الاسم التاسع ليش بدو يسميه هل سيفشل عباس ابراهيم مرضي انه يجيب وزير سني للقاء التشاوري صحي مشه صح فبالتالي ليش بدو يسمي هذي كنواب ستة موجودين لهم حيثيتهم وحجمهم الانتخاب انت بتعرف اليوم قتل نيابية ثلاث نواب عم بيطلع لوزير طب هنه ستة لازم يطلع لهم وزير عباس ابراهيم تأختم معك سيفشل بالوساطة الحكومية ام انه بعد الامور مفتوحة قدام اي خرق لا انا بتمنى انه نجح لوي ابراهيم وبعتقد انه الحكومة ستتشكل هذا اعتقادي ولكن مش بالسرعة اللي الامور كانت معولة وفي رئاسة نجيب ميقاتي بعتقد هيك وعندك اليوم لخمسة عشر شهر لما بعد رفع الدعم كمان الرئيس ميقاتي ما بيناسبه شكل حكومي وتطلع لامور بوجه بفضل مثل ما سهلت لقاله بموضوع رفع الجزء ان يكون هناك رفع كمان الرئيس ميقاتي على قاعدة المنقذ وهذا اللي اتفضلت فيه عن موضوع الحاكم وموضوع لديش البرجت الباعدة بيئي للدعم 200 وشوي مليون دولار هني بيكفه لنصف ايلول ما حييجي غيره ساعتها بتصير الطجل اللي بده تصير وهو بيجي بعد منها بيشكل حكومي بيشتغل بعدها ك ما بناقول منقذ بس ما فيه منقذ بس انه بيشتغل بعد جلاء المشاكل الاكبر من قدامه ساعتها بيكفه بيشوف كيف بده يسلك اموره عسى ان تحمل الايام المقبلة خير على صعيد الحكومي والصعيد الاجتماعي والاقتصادي في البيليت شكرا لك شكرا لك رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي حسن صار على هذا الحضور شكرا للمتابعة الى اللقاء